أنت ترأس مركز Frontiers of Freedom للأبحاث في واشنطن الذي يركز على الشؤون الدولية وعلى السياسة الخارجية الأمريكية بحكم خبراتك البحثية الكبيرة والممتدة في رأيك كيف ستؤثر الأحداث في أوكرانيا على الطريقة التي سيتناولها المركز في تحليل تطورات هذه الأحداث أحد الأشياء التي تبدو ظاهرة هو أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار عدة عوامل معقدة تنطوي على عناصر متحركة لذلك لا يمكنك التأكد من أنك ملم بكل شيء وبوسعك التنبؤ بكل شيء واعتقد أن ما حدث يصلت الضوء على تحليل المفاده أنك عندما تتعامل مع دول صديقة مثل بريطانيا أو إسرائيل أو المغرب حيث تربطنا بهم علاقات قوية يمكنك العمل معهم كما تتعامل مع جار صديق لا يعني ذلك أنهم سيفعلون ما تريد دائما ولكن بوسعك التعامل معهم بحسن نية وأن هناك قدرا معينا من التعاون ولكن هناك دول أخرى إذا مفترضت معها أي مستوى من حسن النية ستكون بكل أسف مقطئا والسؤال هو ما الذي فعله العالم كي يدفع بوتين للاعتقاد بأنه لن يدفع ثمن ما أقدم عليه هذا جزء مما يجب أن نبحثه وهناك جوانب عديدة معقدة لذلك الاقتصاد وأسعار البترول وغيرها من العوامل التي أسهمت في خلق عالم دفعه للاعتقاد بأن بوسع الإقدام على ما فعل